اشتركوا في القناة 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 بالنسبة لنا احنا يعني اول حاجة في الخصائص دي نعتمد اول خطوات بناء السلام المجتمع اول شيء في المرحلة دي مهم جدا 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 اللي هو الفرد الفرد المواطني اللي كان لاجئ او نازح قبل كده نبني قدراته نبني قدرات الفرد بناء قدرات المجتمع البشرية القادرة على بناء مجتمعاته المحلية لان الفرد هو اللي حيبني المجتمع سواء كان على مستوى القرية او الشارع او الحارة او المدينة او الادارة او الجمعية او المحليات الفرد ده هو اللي حيبني المجتمعات المحلية والادارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع المدني الخدمي لا تتنازلوا عن بناء قدرات البشرية نمرة اتنين الادارات المحلية لو احنا ما اصبحش عندنا حكومة قوية من اول يوم فلابد على الاقل ان المحليات تستطيع ان تدير المجتمعات التي تترعاها ونقوي المحليات او اللي احنا بنسميها المحافظات او نسميها المجالس المحلية لابد ان نبني قدرات هذه المحليات نمرة اتنين دي اساسيات نقول دي اساسيات ايضا ايضا بعد التعليم نبدأ التالت من خصائص المحلية ندخلها اعتماد بناء التعليم اي تعليم احنا عايزينه لا نستطيع ان نقول اننا نريد ان نبني مناهج تعليمية ومراحل تعليمية كالتي تمارس وتدرس في الدول المستقرة حتى ولو كانت فقيرة نحن لسنا دولة مستقرة ولسنا دولة هشة بعد بل اننا نريد ان نخرج من عملية السلام كنازحين وكلاجئين الى ان نصنع هذه الدولة الهشة التي تدخل فيما بعد لكن تكون دولة مستقرة فالتعليم اللي احنا بنحتاجه في هذه الفترة الانتقالية هو تعليم فني مهني خصائصي فني مهني حرفي مواهبي بعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية ولو احنا حنختلف على المناهج التعليمية مفيش دي عنا يختلف عليها المنهج التعليمي اللي كان موجود قبل كده في دولة زي الدولة السورية او دولة دي اي دولة من الدول اللي فيها سراعات مسلحة هو منهج جيد فيه شيء بسيط جدا ممكن نغيره لكن اصبح دلوقتي وإحنا في بلاد الهجرة او النزوح في الداخل عندنا يمكن اكتر من خمس او عشر او خمس في المنهج من اراد ان يكمل تعليم بالمراحل الاخرى يمشي فيه لو التعليم بعد كده في سنة وإلى آخر بلنا مكلف جدا في المرحلة الانتقالية ولابد انه نهتم جدا ببرامج محو الأمية والقضاء على الجهل والجهلة لاننا لا نريد في المرحلة الانتقالية ان يكون بيننا اميين يبقى تعليم المهني المهني الحرفي بالدرجة الاولى مع التعليم الابتدائي ومحاربة مع الامية والجهلة ده بالنسبة للتعليم المبدأ التالت لهم خصائص بتاعة المرحلة الانتقالية اللي لابد نبني خصائص محلي من اول يوم وهنا انا بقى اكرر واكرر 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 منذ سنوات منذ سنوات وانا افتكر من يناقخ ديسمبر 2015 كنا نلقاء مع الجمعيات السورية في اسطنبول وقلنا التعليم من المدرسة الى السوق او من المدرسة الى السوق انا عايز ابني اقتصاد ابني اقتصاد على مستوى الحارة قبل كده على مستوى الاسرة على مستوى الشارع على مستوى القرية على مستوى الحي على مستوى المدينة هابني ازاي هعمل تصدير واسترار ولا هخلي دورة رأس المال تدور بناء على الحرفية اللي موجودة داخل المنزل واللي موجودة داخل البيت واللي موجودة في الشارع واللي موجودة في القرية واللي موجودة في كل مكان لانا نخدع بالمليارات التي سيوعدون بها لانا نخدع بها نبني الحرفيين ونبني الاسواق المحلية الاسواق المحلية اللي نسمي الاسواق الشعبية بناء الاسواق الشعبية هو الاساس والركيزة الاولى من بناء اقتصاد قوي لان يجعلنا نجعل كل مواطن قادر على الانتاج وقادر على المكسب وقادر على المشاركة في بناء اقتصاد المجتمع الهش الذي يريد ان يبني دولة تنتقل من مراحل الهشاشة الى القوة الى اخره الاقتصاد الاسواء المحلية يبقى نهتم بالحرفيين جدا الدستور هنقعد نختلف عليه 5000 سنة الجهة الفلانية عادة الدستور الفلاني ونقعد نختلف وكل واحد هيختلف على الدستور منتع 10 سنين كان عندنا دستور في يوم الايام 70 او 80 او 90% منه كان جيد دع الدولة تستقر دع الدولة تستقر وبعدها نتفق بمعنى دستور القديم إذا كان جيد نستعمل منه ما يصلح لنا مؤقتا يبقى دستور مؤقت لأن إحنا إلى الآن خرجنا من مجتمعات لم تكن قادرة على التشاور والتحاور بينها وبعدها البعض كان في دول صعب التعامل معها تمنع عمل بناء مؤسس المجتمع المدني وتمنع عمل نقابي وتمنع عمل ديمقراطي فالشعب المتعلم سواء كان في سوريا أو في العراق أو في ليبيا أو في أي بلد أخرى من البلاد غير قادر على التحاور بينه ومن بعضه فحينما نستطيع أن نخرج بناتفق على مبادئ 70 أو 80% من الدستور الماضي نحطها ونلتزم بها إلى أن تستقر المجتمع مش الدولة استقر المجتمع اللي بنعيش فيه فهنا نبتلك الأطرحات ونسخ في بعضنا البعض بعد كده المطلبة بالدم كنا أنا تكلمت مبارح على إيه في نهاية بتعلي سقف توقعات أيوة وحاسكرها مئة مرة موقف سيدنا علي عليه السلام رضي الله عنه في الخلاف الذي حدث على مقتر سيدنا عثمان رضي الله عنه كان هو الأسوب على أقل في رأيي أنا الشخصي تستقر الدولة ثم نطالب بدم عثمان اختلف ولم نتعلم من الخلاف الذي قسم الأمة الإسلامية وماذا تنقسم الأمة الإسلامية منذ ذلك اليوم ماذا تنقسم منذ ذلك اليوم ليه؟ لأننا خرجنا بالعاطفة أيوة أنا من حقي أن أنا أحفظ حقوق القتلى والشهداء والمغتصبين وكذا 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 وأحفظها وأطالب بها حينما يستقر المجتمع وتستقر الدولة لكن لا أتنازل عن حقوقهم بس ليس المطالبة بها الآن الفساد إحنا داخلين في مجتمعات فيها دول عميقة كثيرة جدا 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 وكل واحد بيقولك أنا حمسك ده عندك الدليل؟ أنا حقتل ده عندك الدليل؟ أنا حرفت ده عندك الدليل؟ ما عندكش أيضا من خلال تقننا للجرائم اللي ارتكبوها ومن خلال وجمع المعلومات عنها حينما يستقر المجتمع نطالب بها زي ما بنطالب بدم الشهداء والمغتصبين إلى آخر يبقى لا لأ ليه؟ أنت مش حايز تفتح على نفسك نار جهنم من كذا جابها في أول يوم لكن من حقك أنك تعمل منظومة لمحاربة الفساد لمحاربة الفساد من حقك ومن حقك تعمل منظومة لتتبع القتلى والمجرمين مجرم الحرب من حقك لكن المطالبة بها الآن ليس ليس إيه؟ من الحكمة في مجتمع مش دولة في مجتمع هش لما يتكون بعد بعد كده في نحمل بقى المرحلة دي إزاي؟ مرحلة اللي هي إيه؟ بقى أنا كلامت على التعليم كلامت على الاقتصاد وكلامت على الدم وكلامت عن الفساد وكلامت على الدستور وكلامت على ابناء القدرات إزاي نحمل مرحلة الانتقالية؟ أول حاجة زي ما أنا اتكلمت فيها أنا اتكلمت عن سيدنا علي عليه السلام نتكلم دوقتي عن إيه؟ القعدة اللي بناها أو اللي أسسها أو الرسخها رسوه على سلم في صحه دي بيه المصالحة الوطنية حتى ولو علمت أنه لأمامي قاتل ومجرم إلى أن أثبت أنه قاتل ومجرم أو فاسد لابد أعمل مصالحة وطنية لابد أن نعيش في جو المصالحة الوطنية لابد وده هنا التحدي الأكبر التحدي الأكبر الذي ننظر فيه إلى مصلحة الوطن ونغلبها عن مصلحة الشخص والفرد والحزب والجماعة والكتلة نمرة واحد لابد نتفق فيه مع شروط وماذا فعله رسول الله سلم في حزب سلح الحدائبية وما فعلته جنوب أفريقيا فيه بعد اللي عملوا البيت فيهم وما فعلته رواندا بعد قتل ما لا يقل عن مليون مليون وأقل من سنة عملوا بصالحة وطنية عملوا بصالحة وطنية لا يكون أهل درواندا وأهل جنوب أفريقيا أحسن من أهل سوريا وأهل اليمن وأهل العراق وأهل ليبيا إلى آخر فيه مبدأتين عشان نحمي السلام ده مبني على الحاجة والقدرة والمقدرة الحاجة إحنا عايزين نرجع اللاجئين والنازحين لأماكنهم فدي حاجة هل إحنا عندنا قدرة شوفوا نشوف قدرة المجتمع اللي إحنا عندنا داخل هذه الأماكن التي سيرجع عليها اللاجئين ونازحين ومقدرتنا على التعامل مع رجوع هؤلاء وبناء مجتمعاتهم من جديد والتعامل مع العالم الخارجي فلابد أن نستقرأ هناك في حاجة شديدة لملايين يرجعوا لأراضيهم وفيه قدرة لنا نستوعبهم وفيه مقدرة نتعامل فيها معهم ومع المجتمع الخارجي كيف نحمي السلام كيف نحمي السلام؟ أول خطوة أخرى في حماية السلام ألا نقبل مشاريع عملاقة لأعادة بناء ما دمرته الحروب قد يختلف معي الكثير في هذا الأمر لكن ده رأيي قد يكون خاطئ قد يكون صواب لماذا؟ لأن دخول الأموال العملاقة في وجود مجتمعات هشة وليس حتى دولة هشة في المرحلة معناها احتلال هذه الدولة اقتصاديا وفكريا وثقافيا ومجتمعيا ثم عسكريا لماذا؟ لأن لماذا المصاريع العملاقة دي هتفرد سياسة المانح على المجتمعات هتغرق الدولة دي أو المجتمع دي في الديون والفساد حيزداد لماذا؟ لأن انت بتصب مال على إدارات فاسدة ودول عميقة كثيرة داخل المجتمعات الهشة اللي احنا بنعمل فيها النقطة الرابعة لحماية المرحلة الانتقالية للحكم المحلي نتفق صلى على نتفق على الحكم العرفي اللي كان متعرف عليه فيما من قبل ليه؟ لأنها عايزين المجتمع يستقر نتفق على الأعراف يعني يبدأ الحكم محلها مثل القرية والمدينة والمحافظة يعني هل سنسميه فدرالين وقاتل إلى خير لغاية ما ننتهل مرحلة على ما تعرفنا عليه من قبل أجدد أجددنا كانوا بيعملوا ايه في المناطق دي كلها هتقولوا أنهم فسدة حاليا في فسدة نعم في فسدة أنت قدرتك ايه على محاربة الفساد ومحاربة كذا ومحاربة كذا وانت أصلا أو نحن أصلا ما عندنا قدرة أو قدرة في المرحلة دي بالذات ننظر لهذا الأمر ودي اللي أنا اتكلمت عنه المبدأ الأول اللي احنا اتكلمنا عنه المصالحة المجتمعية معك اتفقنا اتشغلنا يعني اتفقنا على أن في المرحلة المرحلة الانتقالية المشاعر الأملاقة هتكون أخطر علينا من أن نبدأ بدرجة بسيطة يعني شوفنا فإذاك هنبص المرحلة شايفين النقطة دي المربع الأحمر ده اللي هي عدم البدء في المشاعر الأملاقة من الأول يوم لأن ده هيزود الفساد وحيضيع الأموال ويهدرها وحيفرض عينا السياسة بالمالح فاحنا قلنا أول شيء في المصالحة في حماية المرحلة الانتقالية المصالحة المجتمعية كلمنا فيها والمقدرة والحاجة والقدرة كلمنا فيها احنا ايه مقدرتنا مع الحاجة اللي احنا كلمنا عنها والمقدرة بتاعتنا والقدرة بتاعتنا والأمر الثالث اللي هو استشكالي ايضا اننا لابد اننا نوافق على بناء الشركات بيننا وبعدنا البعض لابد يعني لن يستطيع هنا فصيل مهما كان مهما كان مهما كان ان يبني مجتمع او وطن وحده لقد تعددت ثقافات المجتمعية داخل النسيج المجتمعي للدين الواحد وللمذهب الديني الواحد سواء الشيعة الاثنى عشرية سواء المذهب الحنفي سواء المذهب الحنبلي سواء المذهب الشفعي تعددت المذائل الثقهية والثقافية داخلها في المذهب الواحد او ما بين النصريين او ما بين الكماليين في تركيا او ما بين العلمانيين او ما بين الليبراليين او ما بين السلفيين إلى آخره إلى آخر فلن يستطيع فصيل يدعي أنه قادر على بناء مجتمع وحده فلابد من قاعدة التشارك ولابد نقبل الآخر لابد شئنا أم أبينا شئنا أم أبينا شئنا أم أبينا كما تلات مرات أن نقبل الآخر لكي نتخطى ها هذه المرحلة الانتقالية في بناء السلام يبقى الأصل أننا نخشى المشاريع العملاقة التانية المصلحة المجتمعية التالتة الحاجة والقدرة والمقدرة الرابعة التوافقات خلاص دي القواعد الأساسية اللي حتحمي عملية استمرار أو عملية بناء المرحلة الانتقالية لكي ندخل من توقيع السلام بالأمس إلى أن نصل إلى بناء الوطن فيما بعد الشكل هنا الدايرة اللي في النصف دي هتشحلكوا بعد كده هو الدايرة دي بتقول إيك ده رأيي الشخصي ممكن تاخدوا بيه ممكن تحطوه في أقرب صفيحة إيه زد إب آلة خلاص أنا بقول في رأيي الشخصي مما تعلمته من الشارع في مجالات كتيرة جدا كان الشارع ده في أفريقيا كان الشارع ده في أوروبا أو كان الشارع ده في أمريكا أو كان الشارع ده في أسيا إلى آخر مما تعلمته ممن هم من أساس ذاتي أو من المشاكل أو من الإخفاقات اللي أنا عشتها في خلال 35-40 سنة لفت لو أصبح عندنا ميزانية معينة وأصبح عندنا رؤية معينة لابد أن في رأيي الشخصي أنا من أراد أن يتبعه يتبعه من أراد أن يأمن رأيي الشخصي وهو ليس بقرآن ولكنه بالنسبة لي أنا يعتبر ما أؤمن به إيه هم أهم ثلاث أهداف استراتيجية في المرحلة الانتقالية في المجتمع التعليم زي ما كلمت عنه وبناء الأسواق اللي هو اقصد المحلي وتأهيل من تأهيل المشيرشيات المحاربة إنسانية اللي كي يختلطوا وينخلطوا في المجتمع 14% تعليم مهني وابتدائي 14% بناء أسواق شعبية ومحلية و14% لابد لابد أن نؤهل هؤلاء المحاربين حملة السلاح أن يرجعوا يكونوا أعضاء مواطنين مدنيين منهم جزء قد ينقلت في الجيش الجديد منهم جزء حيجعوا لوظائف مدنية وأنا كنت في ليبيا من 3 أسابيع تقريباً أو 4 أسابيع كنا نتكلم عن الميليشيات دي كلها مع بعض الجامعات الموجودة قالوا على رأس كل الشارع في ميليشيا كيف سنؤهل هؤلاء إنسانياً واجتماعياً ومهنياً لكي يصبحوا مواطنين مهنيين داخل المجتمع يعملوا في الوزرات وكيف سنحول جزء منهم لأنه ينخلطوا مع الجيش الوطني للمجتمع يبقى 14% تعليم 14% سوق محلي 14% تأهيل الحامل السلاح أما بناء المحليات وده أنا أعنيها بالذات لأنها مرحلة مهمة جداً فهي 10% من المزانية 10% من المزانية بعد كده هو بنخش في بناء القدرات بتاعة البشر في بناء مؤسسات المجتمع المدني الداخل عندنا وبناء وعي وثقافة ودي كلمة أنا تعلمتها من دكتور قابلته في ليبيا في ترابلوس وقال لابد تحط الوعي في معانا في الموضوع ده وكان متخرج واخد دكتور بتاعته من باريس الجزاء والله خير فالوعي لابد أن المجتمع يعي المرحلة اللي هو عايش فيها دي ما ينفعش ما ينفعش المجتمع اللي كان نازح ورجع خلاص أنا حرجع على الدنيا في أنهار من عسل وأنهار من لبن وأنهار من خمر لا لا عسل ولا خمر ولا لبن قدامك عشر صنين ضنك وضنك وضنك لو بناء الوعي وبناء الثقافة 7% ويكون في سكن مؤقت لذلك أنا بقول في الأول المشاريع العملاقة لإعادة البناء تبدى على تكون السكن المؤقت وإلا دخلنا في الديون وإلا ازداد الفساد وإلا ازداد الانقسامات اللي عاش نازح في ملجأ أو لاجئ في ملجأ وعاش نازح في خيمة ملجأ عنده القدرة إن يعيش أربع أو خمس أو ستة أو سبع سنين مرة أخرى في بورتا كابين اللي هي البيوت المجهزة دي إلى أن يستقر المجتمع أنا بسميه سكن مؤقت سكن مؤقت مطالبة بالدم بديها برده خمسة في المئة من الميزانية والإغاثة العاجلة بردك حطيتها يبقى خمسة في المئة من الميزانية شايفين ده اللي أنا بنتكلم عليه وده مهم جدا بالنسبة لي أنا مما تعلمته من شوارع وحواري التي كان يعيش فيها وماذا يعيش فيها اللاجئين والنازحين إلى آخر بعد كده دي الصورة اللي هن نتكلم عنها نجد إن أنا حطيت هنا 49% بناء من الميزانية اللي هي بتمثل إرجع تاني كده اسمح سابين من الميديو بتمثل إيه بتمثل 14% و14% 28% ها و فين البناء التاني البناء المواسط 14% 28% وتالت أول هو بناء القدرات وبناء القدرات والمؤسسات واتنين يبقى 28 وفيه ثاني اللي هو التالت اللي هو بناء المؤسسات وبناء القدرات و لا هو بناء المؤسسات والقدرات وال الوعي لا يبقى 28 فيه انه هو واحد بناء القدرات بناء المؤسسات في حاجة نقصة هنا 21 في المية و وبناء والوعي والثقافة والوعي والثقافة يبقى 28 في المية اللي هم التعليم والأسواق وبناء القدرات وبناء المؤسسات والوعي والثقافة دول بناء لان من غير الوعي والثقافة مش حالف نبني نرجع للصورات التانية يبقى دول اللي هو التعليم هنا هو بكون التعليم والاقتصاد وبناء المؤسسات وبناء القدرات والوعي والثقافة التأهيل ينوت 24 في المية ايه هي ال 24 في المية نرجع تاني 24 في المية اللي هي العشرة في المية بتاعة المحليات بناءهلها واللي 14 في المية بتاعة تأهيل المحاربين لابد الاثنين دول ال 14 في المية يبقى دول 24 في المية نرجع بقى للصورة البعض ده حقوق الانسان والتشيعات 15 في المية نرجع لها اللي هما اللي هما الدم والفساد والدستور 15 في المية دول التشيعات والحقوق نرجع للصورة الاخيرة وبعدين الاغاثة الاغاثة اللي هي فين الاغاثة دي ال 12 في المية نرجع تاني هنا اللي هي الاغاثة والسكن الاغاثة والسكن المؤقت 12 في المية اقولها تاني 49 في المية 49 في المية اللي هو البناء اللي هو التعليم والاقتصاد اللي هو السوق المحلي وبناء القدرات وبناء المؤسسات والوعي والثقافة انا حطيت الوعي والثقافة في البناء لان مجتمع لا يعي لن يستطيع ان يبني مجتمع لا يعي لن يستطيع ان يبني اما بالنسبة للتأهيل نؤهل المحاربين ونؤهل المحليات كلها اما بالنسبة للحقوق والتشريعات اللي هي الدم والفساد والدستور اما بالنسبة الاغاثة اللي هو الساكن المؤقت وكذلك اللي هو الاغاثة العاجلة ده التأسيمة اللي انا حطتها باجتهاد قد اكون في الاجتهاد ده انا مصيب او قد اخذ 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 فيها ده انا مخطئ انا ليه اجلت محاربة الفساد الصورة اللي انتو شايفينها دي شاينانه ناقصة دقائق دي صورة دي سطح الارض او سطح الدولة هو اللي فوق ده اللي خارج منه هذه النتوقات شايفينها كده صح كلنا شايفين اللي فوق لكن مش كلنا شايفين اللي تحت ده وش الارض فدي الدول العميقة اللي حنا نتكلم عنها الدول العميقة دي بتولد انواع مختلفة من الفساد كانت تكون الدول العميقة متشابكة من تحت ادي دولة وادي دولة واتنين متشابكين وكل وعد فيهم ليه منتج فوق فاحنا بنقصل لفوق لكن ناسين اللي في داحة دولة عميقة وكن يكون في الدول العميقة زي دي هي اللي على الشمال دي يعني زي ما نقولي آآ Вот the وقد يكون دول عميقة هي في الاصل 3 اربع دول عميقة ومعندهم مشروع ما يعني ايه مصلحة مشتركة ادي دولة ودي دولة ودي دولة قد يكون دول عميقة لوحدها تتغل لوحدها ففي مبنية دول عميقة تنسيق فلذلك انا ارجعت الفساد لمرحلة لكي نستوعب المجتمع ويتنفس المجتمع الصعداء لكي يستطيع ان يحدد من هو الفاسد ويحدد من هو المصلح اما في زخم المظاهرات وزخم المطالبات وزخم العواطف وزخم 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 لن نستطيع ان نرى كل هذه الدول العميقة اللي هي بتدير المجتمعات وتفشل وتفشل اي ثورة من الثورات وتفشل اي اصلاح من الاصلاحات وتفشل اي مجتمع من المجتمعات واضح الكلام كلامي ليس قرآن كلامي ليس قرآن لكن علينا أن نعلم أن بناء المجتمع لن يكون بين عاشية وضحى خلصنا مرحلة الانتقالية اللي هي العشر سنين الأول نادي شايفين هادي خلاص عشان نبني دولة برزة وليها دور في المجتمع المدني قد تقومين تلاتين أو اربعين سنة أول عشر سنوات مرحلة الانتقالية بعد كده بناء استكمال بناء أركان الدولة احنا مش معنا أننا خرجنا والمرحلة الانتقالية وأصبحنا نعيش في مجتمعات شكلها شكل دولة لا دي الدولة عايزة لها أركان دولة مؤسسات قوية راسخة وتشريعات وسياسات وكفاءات وميزانيات ودي المرحلة تانية من بناء الدولة من المرحلة تانية نستكمل بناء اركان الدولة المرحلة الثالثة العشرية الثالثة هل الدولة بتاعتنا بعد ما بنينا اركانها استقرت ولا ما استقرتش لابد من استقرار الدولة احنا نبنيش عمارة حتى العمارة اللي حنا نبنيها عندنا بنشتري الارض ندور على الارض في الاول وبعد ما ندور على الارض نشوف الميزانية بتاعتنا قد ايه وبعد نشوف هل الارض دي تصلح ولا ما تصلحش بعد نجيب المهندس الانشاءات بعد نجيب هندس المباني بعد نجيب العمال وبعد نجيب كذا وكذا فما نعمل عمارة احنا واحدة بنعملها ليه نحن بتاخدنا في البناء سنة او سنتين او ستة شهر او سنة فما بارك ان ما تبني دولة عايزين ابنيها مبارح يلا خلاص احنا دخلنا وموضينا السلام وكل سنة ونقعد نغني ونرقص لا مفيش غنى مفيش رأس ده فيه تلاتين سنة على الاقل بعد ان نخرج من مرحلة انتقالية نحن في الاول مرحلة تاني مرحلة اللي هو استكمال بناء اركان الدولة استقرار الدولة والمرحلة التالتة اللي هي ابراز تطوير الدولة وابراز دور الدولة الدولي والسياسي انت بتبني دولة عشان يكون لها دور وطني ودور اقليمي ودور عالمي فشو انت بتتدارك ازاي ادي العشرة الاولى لو نجحنا فيهم العشرة التانية العشرة التالتة والعشرة الرابعة بعد كده مرحلة شيئة بعد ده بناء على ما استطعنا ان ننجزه من بناء مؤسسات مستقلة داخل الدولة لاست مؤسسات مؤسسات الدولة وده وعشان اختم بيها دي مؤسسات الدولة لابد 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 وان تستقل عن الادارة التنفيذية لها مؤسسات الحكومة حكومة شيئ يحسبها البرلمان ومؤسسات الدولة شيئ تحسب الحكومة والاقوى من الاثنين يكون بناء نسيج لمؤسسات مجتمع ووطني قوية تستطيع ان تحسب الاثنين شكرا لكم وجزاكم الله خيرا واشكركم على حسن استماعكم ونراكم ان شاء الله في يعني محاضرات قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة